قال رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوش إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا غير كافية منتقدا من وصفها بحالة الاستهتار الشعبي بهذه الإجراءات وتباينة المواقف في الشارع التونسي زاء دعوات الحكومة للمواطنين بالتبرع لدعم المرافق الصحية في مواجهة أزمة انتشار كورونا دعوة الحكومة المواطنين للتبرع بالمال لدعمها في مواجهة فيروس كورونا لاقت صدا إيجابيا لدى كثيرين من التونسيين أكدوا أن السبيل الوحيد لدعم جاهزية القطاع الصحي خلال الأزمة هو جمع أكثر ما أمكن من التبرعات مثال الشيء تبرع للوزارة الصحية خليفها من شيء ما نقضع بيد أنا معها دجا وأكثر واحدة أديتها الحكاية هذه يعني مهم جدا أنهم يتبرعون لأنه كان يعني ما عنده سيولة كافية وما عندهش المكانيات الكافية باش يقاوم هالفيروس هذا ولا غير من الفيروسات أحنا يعني حتى في من غير هالفيروس قاعد في صعوبات كبيرة بالأخص على المستشفيات العمومية في المقابل انتقد جزء من الشارع فكرة جمع التبرعات مشيرين إلى أن تداعيات الاقتصادية الوخيمة لانتشار الفيروس تنهك قدرة التونسيين المالية يا الدولة تحمل مسؤوليتها فهمني وتقف مع الشعب فهمني والدعم وتفرض الحجر وتفرض كل شيء وتوفر هي الإمكانيات يا باش ترسي كل مرة كل أزمة وإحنا شعب بره أدفع بره دعم بره عاون بره وإحنا ما عادش عنده الشعب شعب فلس نحن نستحق التبرع نتبرع بدم يصحيح يعني عندي دم زيت نتبرع به أما فلوس صدقني ورسخويا الناس كل ما حتاجة في الظرف هذا رسميا أعلن وزير الصحة عن عجز المستشفيات على إيواء المصابين بفيروس كورونا في حال تسعت رقعة انتشاره إذ لا يتجاوز عدد الأسرة المعدة للإنعاش في غرف العناية الفائقة بكامل مستشفيات البلاد ثلاثمائة سرير وفي مسعى لتطبيق الأزمة اجتمعت رئاسات الكتل البرلمانية بشكل عاجل ليعبر رئيس البرلمان عن قصور الإجراءات الحكومية في مواجهة أزمة كورونا داعيا إلى إجراءات مشددة من ضمنها إغلاق المجال الجوي والبحري بشكل كامل الوسائل المتخذة لإجراءات المتخذة هي دون المطلوب هناك حالة هلاع في الرأي العام التطبيق الكامل لغلق المنافذ البرية والبحرية والجوية هذا لم يحصل بالشكل الحازم والقاطع المخاوف من فقدان تونس السيطرة على عدوى فيروس كورونا في الأيام المقبلة دفعت الحكومة والبرلمان لعقد اجتماعات ماراتونية خلال الساعات الأخيرة وسط دعوات لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تعبير جزء كبير من التونسيين عن استعدادهم لمعاضدة جهود الحكومة في مواجهة فيروس كورونا من خلال التبرع لفائدتها لم يحجب الدعوات إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزم وصرامة لمواجهة ما هو أسوأ توفيق عايشي الحرة تونس ومن تونس معنا المحلل السياسي مراد علالة مساء الخير أستاذ مراد أهلا بك في البداية نريد منك تعليقا على كلمة الفخفاخ والإجراءات الجديدة التي أعلنتها الحكومة يعني بداية لنذكر أن كلمة رئيس الحكومة تأتي في سياق عام هو سياق المعركة أو الحرب على الكورونا في توقيت دقيق يعني حكومة حديثة العهد ما زلنا بصدد التشكيل منظومة الحكومة في تونس يعني حتى بعض الوزرات في هذه الحكومة لم تتشكل يعني بشكلها النهائي وبالتالي كل ما يظن هذه الحكومة لابد أن ننسبه ونأخذه من هذه الزاوية ما أتاه رئيس الحكومة اليوم يعني في تقديري هو إيجابي باعتبار أنه قدم خطاب طمأنة في ظل التحديات القائمة التحدي الأول هو ربما ما أشرتم إليه في التقرير من تعامل بعض التونسيين بنوع ربما من الاستخفاف أو من اللامبالات مع الوباء ثانيا إمكانيات البلد يعني الكل يتحدث عن التدعيات الاقتصادية وأيضا عن المواجهة العملية لهذا الوباء نحن نفتقر نتيجة عقود ربما من سوء التصرف في القطاع الصحي العام نعاني من قلة التجهيزات من قلة الإمكانيات وهذا يطرح تحدي لكن اليوم هناك نوع من التدرج في معالجة الوضع وربما هناك تعاطف وهناك رد فعل إيجابي خاصة من القواء المجتمع المدني ومنظمات الوطنية اليوم مثلا جاء حديث رئيس الحكومة بعد مارتون من المشاورات سواء مع الأحزاب أو خاصة مع المنظمات الاجتماعية اليوم التقى بالأعراف والتقى أيضا بالشغالين وبالفلاحين ممثليهم يعني في منظماتهم الكبرى وكان ربما فحو الإجراءات التي اتخذها نابعة عن قرار جماعي قرار يمكن أن نوصفه بأنه قرار وطني مؤلم صحيح لكن هذه إمكانية ولكن رغم ذلك الغنوش يقول إن الإجراءات غير كافية بماذا تفسر هذا يعني أشرت للمرحلة الانتقالية في تأسيس منظومة الحكم يعني للأسف هناك صراع أصبح جاليا في تونس بين الرئاسات الثلاث وهناك يعني نستغرب أن يتحدث رئيس الحزب الأول في الحكومة وفي المشهد السياسي في تونس يعني هو الشريك في الحكم وشريك في الحكومة وشريك رئيسي يتحدث بهذا المنطق هذا ربما يحبط العزائم ربما يقدم رسالة سلبية للتونسيين في الوقت الذي يجب أن تتحت فيه كل الإرادات وأن نبتعد ربما عن الحسابات الخاصة وعن ما يسمونه أيضا في الإسلام السياسي بالتدافع ونبحث في مصلحة الوطن وفي مصلحة التونسيين اليوم الوباء هذه الجائحة أو هذا المرض الساركي مثلما تم توصيفه قانونيا اليوم يعني هذا منجز أيضا أصبح بإمكاننا قانونيا ردع لاسا الوقاية فقط ولكن حتى ردع من يخالف إجراءات الوقاية التي ترسمها الدولة وبالتالي لا منصة من توحيد الشهود ومن تقديم خطاب طمئنة للتونسيين بناءا ربما على هذه النقطة أستاذ مراد علالة هل تلتمسون اليوم تغيرا في طريقة تفاعل التونسيين مع هذا الوباء؟ بالتأكيد يعني أولا هذا نلمسه حتى من خلال الأحصائيات يعني نحن محظوظون في تونس ونحمد الله أن عدد المصابين يعني قليل مقارنة ربما حتى بجيراننا وبأصدقائنا في الضفة الشمالية المتوسط يعني اليوم سجلنا أربع حالات إضافية أصبحنا 24 حالة مصابة بالوباء لكن أيضا في نفس الوقت هناك حتى من خلال ردت الفعل على عملية المساهمة في التبرع يعني صحيح أن الناس تحفظت أو بعض الناس تتحدث عن الصعوبات المالية لكن هناك رغبة وحتى في الفضاء الافتراضي وجدنا دعوات مواطنية رغبة في المواطنين للتطوع للتبرع يعني حتى في الشارع رأينا المواطنين وفي مقابل هذه الرغبة هل لدى المواطنة التونسية اليوم القدرة على المساهمة بتبرعات؟ خصوصا في ظل ربما إعلان الحكومة أن التهديد كبير جدا على السياحة وهي المولد الأول لربما الدخل في تونس يعني هو عملية التبرع والحاصيل إلى حد الآن هي فقط لوزارة الصحة لكن ربما يقع التفكير في ربما خيار آخر قد يكون ربما إعادة ترتيب أولويات في ميزانية الدولة وربما الالتجاء إلى ربما مداخل أخرى للدولة توظيفها لمواجهة الأزمة لأنه فيه تداعية اقتصادية مباشرة على القطاع السياحي على قطاع الخدمات على المقاهي على أصحاب النزول على المطاعم اليوم يعني كثير من العائلات بصدد فقداني موارد رزقها أيضا حتى نظام العمل بداية من يوم الإربعاء سنجنحه إلى نظام الحصة الواحدة وهذا ستكون لهم عكاسات ربما على مداخل بعض الفئات المهنية والدولة مطالبة في جميع الحالات بأنها توفر الشروط الضرورية لاستمرار الحياة في البلاد هو تحدي كبير نراهن ربما أكثر على قوال ذاتية لأن العالم كله تقريبا منهمك ومنشغل بالمشكلة وبالتالي المراهنة كالعادة ربما على الخارج أصبحت جد محدودة وبالتالي الخيار هو خيار وطني هي معركة وطنية تستوجب التضحية من جميع الأطراف ونراهن على التونسيين في أنهم يجنحون إلى هذه الطرحة وهذه الوحدة نعم تنمور دلالة ربما في خذم كل هذه التحديات التي تواجهت تونس على غرار بقية دول العالم اليوم كان من المفروض أن يكون الخطاب من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد في رأيك هل يؤثر هذا الغياب وما تفسيراته؟ يعني للأسف كما قلت في مرحلة تشكل منظومة الحكم نحن نكابد منذ فترة هذا الصراع بين الرئاسات الثلاث لكن اليوم على أرض الواقع من يتقدم ربما المشهد ومن يبادر ومن يقدم خطاب التمأنه هو إلى حد الآن رئيس الحكومة ورئيس الحكومة مطالب بأن يلتزم بصلاحيات الدستور يمنحه الصلاحيات وبالتالي عندما الطبيعة لا تحتمل الفراغ يعني إذا اختار ربما رئيس الجمهورية التأخر أو التردد أو ربما ربح الوقت أو ربما من يشعر في ما هي حساباته على رئيس الحكومة باعتباره هو الفعل الرئيسي في السلطة التنفيذية بحكم نظامنا السياسي في تونس وبالتالي فليتحمل مسؤوليته والثابت أن التونسيين سيتفاعلون معه طالما وجدوا في خطابه وفي إجراءاته وفي مبادراته المصلحة العامة شكرا جزيلاك أستاذ مراد علالة المحلل السياسي كنت معنا من تونس